كل طاحبك طيبين وحضرتك طيب بقول حضرتك أنا عايزة أشتكيلك بنتي أنا قصرت عليهم بقالتها 20 سنة أبوهم سابهم ومشي ولدان وبنت الورجين تجوزوا وخلفوا مفيش عايزهم غلط فيها هي بتغلط فيها هي مدرسة أصلا علمتها وقت مدرسة مش قيت عليهم وربطهم معلنسوهم بتغلط فيكي ليه بتغلط فيها أي حاجة تقدمنا تكسفني تشتمني تغلط فيها هي متجوزة؟ لا والله أنا عدا 17 سنة وبتغلط فيها بتشتمني أنا بتكسف قدام الله سابق تحريكي لي بتشتمني ما بتجيش بعد كده تتندم وتعتذلك وتبوس إيدك وتقولك أنا أسفة لا والله يا بنتي ما بتقولش والله بتغلط لي بقى يعني مثلا نحكي لي موقف كده أي حوار كانت تتكلم مع بعض بتغلط فيها وتطع عيالي وتشتمني قدام الناس؟ أه والله دي مجنونة؟ ولا تا ولا عقلة؟ لا عقلة طبعا قصة اللي بيعمل كده المجانية؟ أه عقلة عقلة يعني عندها عقلها ما تكشفي عليها؟ وصوتها عالي أنا بكتب من صوتها عالي أريد أن أتعلي صوتك أه تينا ولا مطلقة؟ لا مش مطلقة ما تجوزتش قبل كده باباها توفى؟ لا، باباها مش بقول 20 سنة 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 عمدها سنة سنة بسنة مين باباها مش موجود أصلا طلقك؟ طلقك المشي يعني؟ أه، طلق سنة على 18 سنة أه وبعد كده طلقني غيابي برضو أمممممممم مفيش ولا مرة جات قلتلك أنا اسف حقك علي قلتaza بét ايك هذه دعمك انا ما翼ا حاجة أاا وانت لما بتكلمي ماءعة وتقوليلها كده وطاياطيلها او حاجة ما بتحنش لا 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 والله اديها بلد فرجلك لا لا استاني بس ل least استانية بس ان دعنا لد SE استانية بس انا سنقولا لها وحرك رد بقى أممممممممممممممممممممممم تعلي صوتك عليها. ليه ما بتقوميش قلع لفرنجلك وحتفاها بي وتقولها إياك تعلي صوتك علي قدام الناس برضو. ما قدرش والله يا بنت. ليه ما تقدريش ليه? ما تقومي لو عملتك يا تقوم تضربني. طب خليها تقوم تمد قدها عليك كده. والناس حواليكم. والله هتقوم يا بنت. هي تكثفك وانتي ما تقومي وانتي ما تقولهاش تلمي واحترمي نفسك. ما تلاشاها. ما تلاشاها؟ لا دي مجنونة? لا لا لو مجنونة تتعالج. أنا حضرتك حضرتك حضرتك. ماشي يا حضرتك. بص يا بص يا فضلت الشيخ. هو احنا متربيين على كده. احنا متربيين على كده. يعني هو انا مسلا صوتك علي انا صوتك قد كده اساسي. بس انا اقدر ازع لهم يا لأ. ده بتضلبصة. ما قدرش. يعني تقولي ما تعاليش صوتك وزعلها. ما قدرش. ما قدرش. فالأمة ضعيفة ليه الأمة تبقى ضعيفة كده. فضل حضرتك رود. أنا عايز دايما لا تأخذنا المشاعر تجاه السؤال عشان نعرف نحط الإجابة الصحيحة. الحقيقة احنا عندي قد يكون هناك مشكلة ان البنت ديك عندها مشكلة نفسية فممكن الاول نبدأ نعملها المعاملة الطبيعية ثم المعاملة المرضية. يعني خليه حاجة يفهم كلامي. الاول المعاملة الطبيعية ان الحاجة ممكن تقطعها يعني تخصمها يوم او يومين او تلاتة. وبعدين تزوق حد من اخوتها عليها عشان او حد من الناس يزوقها ان تروح تصالح ممتها وتعتذر لممتها. دي طريقة بنعملها اولية. لان ممكن يكون البنت مريضة نفسيا بسبب وقع الطلاق على امها من الاول. فممكن يكون عندها مرض نفسي او اكتئاب او ما شابه ذلك من الامور. فخلينا ناخدها بالصورة دي الاول. يعني خلينا نقولها حاجة الاول لما تعمل فيك موقف زي كده خصميها. فترة يوم اتنين تلاتة. ما جاتش تصالحك. زوقي حد من الناس عليها عشان تيجي تصالحك. لما تيجي تصالحك عد بيها وقول لها انا كده زعلانة. وعبري عن اللي في دخلك. طيب ده ما جابش نتيجة. يبقى احنا كده نفسي. يبقى احنا محتاجين نحجز عندي حد من الطباء النفسيين. وانت اللي تروحي الحاجة الكبيرة امها. تروح تقول الدكتورة او الدكتورة انا عندي بنت بتعمل كذا 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 فايه الحل. قالت لها هاتهالي تاخد البنت وتروح تقدمها لان ده قد يكون مرض نفسي واحنا متبقاش وقتين بنا. طب ولو هو اللي تقدم. آآ اللي تقدم بقى تعقب. يعني اللي تقدم تقابل. يبقى لها اكيد لها عام. يبقى لها حد يعقبها. يعني يبقى ليه نوع من انواع الاعقاب ان يشد عليها او او يعقبها عقابا شديدا في هذا. آآ لاني ما ينفعش اقابل بس يا سيد ده انا عارف انا عارف ان انت متضايقة وعارف ان ده كلام انا نفسي برضو متضايق وما بطيقش الحاجة زي كده. ومش هقولك بس ده موقف حصل قدامي في مرة وانا كنت انا اللي هروح في حديد يعني. انا شفت واحد بس بيديده على امه. فتقريبا انا ما قدرتش اتمالك نفسي وانا اللي دخلت انهار عليه بالدرب. طب شفت بقى. ايو 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 ده ده مشاعر بقى. لاني حاجة ده لقطة انت شفتها. بس هي طبعا عشان بتكلمنا. فاحنا عايزين بس ينفهمها ايه اللي ممكن تعمله. لو فيه. 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 في حدود. الست بقى موقف. فيه. فيه عندي الامهات الحمية مش معناها. مش حمية دي. انه انه انا سيب الايان يتطولوا علي او يضربوا او. لا مش حمية. تقولك هتضربني. طب انا هقولك. ده بقى النقطة الثالثة انا عايز اولى ان ده ضعف في شخصية الام نفسها. نينفعش او. يعني الام نفسها شخصيتها ضعيفة. فعايزة حد يعني يدعم هزي الشخصية او ده نوع من انواع القوة. اللي احنا بنعمله بقى. انا بقول لها خليك قوية خصميها يومين ثلاثة. الرجلين اللي مخلفاهم الرجالة. اه. عندها ولاد زكو. اه ولادين. يبقى هنا الاخوات لما نخصمهم ونخلي نكلم حد من اخواتنا من نور اخواتها يعقبها على كده ويشد علامة تيجي تعتزلك وتموس على ايدي كراسك. اه. بعد لما يحصل كده لو ما حصلش كده هم اخواتها يعقبوها من جنس ما تفعل. يعني شوف ايه الطريقة اصطيق ما انا مش عارف البيئة اللي هم عايشين فيها برضو قد تكون او قد لا تكون. انا مقدر طبعا شعورك من ده موقف صعب جدا وانحنا ما ينفعش نقبل هذا لكن خلينا نحله بطريقة يعني اه. اه طبعا طبعا يعني وانا عارفة بس اه اه يعني انا شفت قدامي اه 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 ناس متعلمين وكده وشفت اه اه واحدة يعني بتقول لما ماتها وانتش فهمك انتش تفهمي حاجة. اه مش كده. فكان صدمة عمري اه قلت لها لو انا يعني قلت لامي بيني وبينها الواحد ما. اه. انتش فهمك انت. اه. وانتش تفهمي. اه. بيبقى سي. لا يمكن اقدر اقول كده وانا وهي عديله في قوضة لوحدينة. وممكن تقطعني لعمر كله وممكن تقولي طلعي برا. يعني انا معارش هي عمرها ما هوصل المرحلة دي. فانا متربية على احترام امي ده ما اقدرش يعني. فان واحدة تطول قدام الناس كمان. ده اه ده. يعني انا لو انا عملت كده لا امي تقوليها الحق انها تقلع علف رجلها وتحديفني بها لو قدام الناس. لانه انا تعدت حدودي وهزقت امي قدام الناس. لا ده انا اخد بيت جزمه على دماغي. شكرا جزيه فضلت الشيخ عندنا فاصل قصير. وهنكمل حلقتنا بعد الفاصل. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة